موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيكم مشاهدين الكرام في نشرة اخبارية مفصلة من قناة السعودية البداية بالعنوين قادم الحرمين الشريفين واسم ولي العهد يهنئان الرئيس السرلنكي بذكرى اليوم الوطني لبلاده موهبة تعلن اليوم الفائزين بالجائزة الكبرى في الأولمبيات الوطني للإبداع العلمي ختم سباقات رالي حائل تويوتا الدولي 23 في نسخته التاسع عشر مساء اليوم وضبط أكثر من ستة عشر الف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة حيكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وصاحب السم الملكي الأمير محمد ابن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيته التهنئة لفخامة الرئيس رانيل ويكري إميسينغ رئيس جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وأعرب الملك وسمولي العهد عن أصدق التهنئة وآطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية سرلنكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اضطراد التقدم والازدهار موسيقى 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 برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين دشنا وكيل الإمارة الدكتور مشبب القحطاني انطلاقة الموقع الرسمي إلكتروني لاستقبال طلبات الترشيح لنيل جائزة همم لأفضل البيئات الصديقة لذوي الإعاقة بمنطقة مكة المكرمة بإعلان التجشين الرسمي بدأت الليجان العاملة في جائزة همم باستقبال طلبات الترشيح لأول جائزة مختصة على مستوى المنطقة لتحفيز القطاعات الثلاث الحكومية والخاصة والأهلية لتهيئة بيئات عمل صديقة لذوي الإعاقة للحديث أكثر ينضم معنا المدير التنفيذي لجائزة همم الدكتور عبدالله الدربة مرحبا بك دكتور عبدالله بداية دعنا نسألك سؤال عام هذه الجائزة همم ما الأهداف المرجوة منها بداية أسعد الله مساكم الخير وأستاذ المشاهدين ومشاهدات أهلا وسلم بك وشكر لكم على الإستضافة حقيقة لتوضيح الأجازة المهمة بداية اللقاء حقيقة نقدم بخارط الشكر لمتشر خادم الحرامين الشريفية من وضع قطفك المكرم على رعاية سموه الكريم لها الجائزة وهذا أعطاها زخم وهمية كبرى أجازة همم حقيقة هي جائزة في هيكلها ومجسمها هي جائزة تنافسية تحفيزية للجهات التي تتعامل مع ذوي الإعاقة ليكونوا أصدقاء لذوي الإعاقة يوفروا لهم كل ما يحتاجونه من احتياجات وليس فقط بيئة العمل وإنما كل جهة تتعامل مع ذوي الإعاقة هذا المجسم له جناحين الجناح الأول هو التوعية وبناء وعي مجتمعي للتعامل مع ذوي الإعاقة وتحوى تقديم ما يحتاجونهم الخدمات والجانب الثاني هو جانب تدريبي بحيث أينما يذهب ذوي الإعاقة يجب هناك من يتعامل معه الجائزة لها أربع هداف رئيسية الهدف الأول هو تعزيز الوصول الشامل لذوي الإعاقة في منطقة مكة المكرمة والهدف الثاني تطوير البيئات الصديقة لذوي الإعاقة والهدف الثالث تعزيز المساهمة في تعزيز صورة مكة المكرمة كنموذج عالمي للمدن الصديقة لذوي الإعاقة لما تتميز به مكتف مكة المكرمة للاستقبال ملايين الحجاج والمعتمرين كل سنة والهدف الرابع هو المستهدفة في تعليل الثانية 28 ثلاثين في العناية بجودة الحياة لهذا الشريحة المهمة من ذو الإعاقة نعم دكتور عبد الله من هي الجهات المستهدفة بهذه الجائزة؟ كما ذكرت في الخبر المستهدفة هي كل الجهات التي تتعامل مع ذو الإعاقة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع الغير ربحي نحن مع شركانا في الجائزة الشركاء العلميين مركز الملك السلمان لبحاث الإعاقة وجامعة ملك عبد العزيز جامعة كاوس وملك عبد الله العلم التقنية أو الراعي استراتيجي الجائزة أرامكو كنموذج مميز في التعامل مع ذو الإعاقة نهدف أننا نحفظ كل القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والغير ربحي أن يتحفزوا ويشاركوا في الجائزة حتى نوفر أكبر قدر ممكن من بيئات صديقة ذو الإعاقة نعم دعنا نختم معك دكتور عبد الله بهذه النصيحة المهمة ولكي نستفيد من وجودك معنا أيضا ولكي نفيد المشاهد الكريم أهم رسالة توجهونها للمجتمع للتفاعل بهذه الجائزة حقيقة وفق هذه الإحصاءات العامة في عام 2017 ذكرت أن 7% من سكان الأمريكة العربية السعودية يعانوا من إعاقات سواء شديدة أو بسيطة هذه النسبة نتكلم عن 24% من هذه النسبة موجودين في منطقة مكة المكرمة فهنا رسالة وجهها للشركات والقطاعات الحكومية والقطاعات غير ربحية العامة في المنطقة أن تساهم معنا في نجاح هذه الجائزة من خلال التقديم عليها وفق المعايير العلمية الموجودة في الجائزة سنساعدهم بإذن الله التي عدها مقصد من أكتلمان لبحاث العاقة والمعتمدة عالميا سنساعدهم في أن يوفروا بيئات صديقة ذو العاقة لأن أخواننا من ذو العاقة لهم حق علينا وأخذوا حيز يستحقون في رؤية 28-30 من خلال توفير جوة الحياة لهم فرسالة لهم أن يتعاونوا معنا في نجاح هذه الجائزة والتقديم عليها وأيضا لا يكون استقليم من هدف الجائزة فقط وإنما في المستاهمة في توفير بيئات مناسبة وصديقة لذو العاقة أشكرك جزيل شكرا مدير التنفيذي لجائزة همم الدكتور عبدالله الدربة على هذه المشاركة شكرا لك تعلن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة اليوم أسماء الفائزين بالجائزة الكبرى والنهائية في الأولمبيات الوطني للإبداع العلمي إبداع ثلاثة وعشرين وذلك بحضور ورعاية أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وكانت موهبة أعلنت أمس أسماء الفائزين والفائزات بالجوائز الخاصة في الأولمبيات الوطني التي قدمتها الشركات والقطاعات الحكومية والذين بلغ عددهم تسعة وسبعين طالبا وطالبة من نوابغ الوطن وبيمائة وستين مشروعا بحثيا وابتكاريا من الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية تصل إلى التصفيات النهائية للأولمبيات الوطني للإبداع العلمي ولتمثيل المملكة في آيسف 23 بالولايات المتحدة الأمريكية تأتي منافسة على 35 مقعد بعد الفرحة بالفوز الذي عاشه الشعب السعودي في آيسف 2022 ونيل الطلاب والطالبات 22 جائزة عالمية تعود الآن التصفيات النهائية للأولمبيات الوطني للإبداع العلمي 2023 على مستوى المملكة بمنافسة 160 مشروعا بحثيا وابتكاريا الطلاب اللي انت شايفتهم اليوم ما مو بنتاج يوم ويومين أو سنة أو سنتين أغلب الطلاب مروا بما نسميه برحلة موهبة تلقوا العديد من البرامج دخلوا مثلا برامج أكاديمية دخلوا برامج بحثية وغيرها اللي باللغة العربية واللغة الإنجليزية بتخصصات يعني متعددة كذا الطالب يكون يكتشف شغفها مشاريع متنوعة وصلت إلى التصفيات النهائية للأولمبيات في 21 مجالا علميا منها في مجال الطاقة والهندسة البيئية والطب الحيوي والعلوم الصحية بداية الكمية إلى أثر على الحيوان نفسه يمكن تقلل من إنتاج اللحوم والحليف بالتالي ما أقدر أستفيد منها لازم نجيب شيء ما له أثر على الحيوان نفسه ما يأثر على البيئة وتلوث البيئة فجبت هذا العلاج اللي هو باستخدام نبتة عشبت البعيد ثلاثة جاتي لفكرة المشروع صراحة وأنا صغير يعني كنت مرة أحب أبحث عن CO2 ومرة كان معروفة أن CO2 مرة مشكلة كبيرة لكن بعد مبحث زيادة وزيادة وأنا صغير حسرت أن الموضوع هذا يعني ما هو أخطر شيء فيه شيء كمان أخطر ممكن تحين تطلع في السنين الجاية وممكن تكون زي CO2 جديدة فمن ذاك الوقت يعني جاني لفكرة يأتي هذا الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023 لتمكين أجيال المستقبل في العلوم والهندسة والابتكار ولتمثيلهم المملكة العربية السعودية في عدة معارض عالمية منها معرض آيسوف الدولي للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية لأخبار السعودية أنفال الحارثي الظهران للحديث أكثر عن هذا الخبر ينضم الآن معنا مباشرة عبر الهاتف نائب الأمين العام للتواصل المؤسسي وتطوير الأعمال بمؤسسة موهبة الدكتور نازي العثماني مرحبا بك دكتور نازي بداية أهلا وسهلا بك بداية 160 مشروعا بحثيا وأيضا ابتكاريا من الطلاب والطالبات المملكة يصل إلى هذه التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي دعنا نتحدث عن حضوظ المملكة في هذه المسابقة حقيقة شباب مبدع نحن أولمبياد الوطني للإبداع العلمي الذي حصل في اليوم اختثمت فعالياته في جامعة الملك فهد في المعادن هو نموذج في ثلاثة عناصر من عناصر الرحية وطن طموح بمؤسسات والداعمة لشباب مجتمع حيوي شباب طاقات متميزة في مجالات بحثية قوية في مجالات العلوم والهندسة والصحة فعندنا مجتمع حيوي وطن طموح عندما يتم الاستثمار بهم يتحقق العنصر الثالث اللي هو الاقتصاد المزدهر هذول طلاب أشتغلوا ماليقل عن 7-8 أشهر على مشاريع حيوية جوهرية تدعم الجهات التنموية للمملكة تنتظر حقيقة الجهات الداعمة وتنتظر الجهات الراعية التي ستحول هذه الأفكاد إلى منتجات الآن سنأخذهم في رحلة أخرى في منافسة جديدة عشان نختار ما بينهم أفضل 35 مشروع ينافس طلبة العالم في معرض آيسف للعلوم والهندسة اللي يشارك فيه حوالي 1800 طالب طالبة من 80 دولة فسنختار أفضل المشاريع وأقواها وأكثرها قدرة على التنافسية العالمية وإن شاء الله فالهم الفوز يحققوا كما حققه أخوانا وإخواتهم السنة الماضية بإذن الله تعالى نتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلب أشكرك جزيل الشكر الدكتور نزي العثماني على هذه المشاركة شكرا لك يتوج صاحب السم الملكي الأمير عبد العزيز ابن سعد ابن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم أبطال أرالي حائل تويوتا الدولي 23 في نسخته التاسع عشر والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كما سوف يكرم أمير المنطقة الفائزين في مختلف فئات الرالي تحت رعاية صاحب السم الملكي الأمير عبد العزيز ابن سعود ابن نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية شهد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان الداود حفل تخريج 109 أطباء من برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية والطبية المساعدة وذلك في مستشفى قوى الأمن بالرياض يفتتح محافظ جدة الأمير سعود ابن عبد الله غدا الأحد معرض المشاريع الصغيرة صنع بيد في نسخة السادس عشر الذي تنظمه جامعة الملك عبد العزيز لمدة خمسة أيام في مركز الملك فيصل المؤتمرات يضم المعرض أكثر من 164 مشروعا بإجمال 230 طالبا من رواد المشاريع الصغيرة الراغبين في الانطلاق إلى سوق العمل من مختلف الجامعات السعودية لرفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولة معبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 488 شخصا بالإضافة إلى تورط 19 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم أعلنت إدارة مرور المنطقة الشرقية بالتنسيق مع وزارة النقل بالمنطقة بأنه سوف يتم إغلاق طريق الرياض الدمام من تقاطع طريق أبو حدرية حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فاد وذلك على عدة مراحل ابتداء من يوم غد الأحد أعلنت أمانة الأحساء إنجاز حوالي 30% من إجمالي احتياج المحافظة من مشاريع الجسور والأنفاق وفقا لدراسات الأحتياجات المرورية المستقبلية إلى عام 2050 التي عملت عليها الأمانة أمانة الأحساء ما يقدر بـ 30% من إجمال احتياج المحافظة من مشروعات الجسور والأنفاق وفقا للدراسات ومقترحات مخطط الأحساء الاستراتيجي 2050 نطلق عليها مدينة حضارية لا زالت تحافظ بهويتها القديمة من ناحية الهوية العمرانية والمعمارية إضافة إلى العمق الثقافي التي تتميز به الأحساء المحافظة الخمسية اليوم قيمتها لجمالي حوالي 8 مليار موزع على خمس سنوات بمعدل مليار و300 مليون سنوي حوالي 60 مشروع لكافة القطاعات الخاصة بالبنية التحديث الثلاثمائة واثنين وعشرون مشروعا تم تصنفها على سبعة مسارات يأتي في مقدمتها مائة واثنان وعشرون مشروعا للطرق وخمسة وستون مشروعا لأنسنة المدن وتسعة وأربعون مشروعا لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول إضافة إلى أربعة وثمانين مشروعا في المسارات الأخرى أثر مشاريع البنية التحتية أثر كبير في زيادة الجاذبية البصرية زيادة عدد السياح رافع الفرصة الاستثمارية وتحسين الفرصة الاستثمارية كل هذه الأمور مأخذة بعين الاعتبار ضمن خطط الأمانة إضافة إلى أن خطط الأمانة موائمة مع القطاعات الأخرى لتحسين الفرص في الأحسان تتواصل الأعمال لإتمام وإنجاز المشروعات التطويرية والخدمية القائمة والبدء في الخطط التنفيذية للمشروعات القادمة ضمن الخطة الاستراتيجية للمحفظة الخمسية لطيفة العوض الأحسان أقامت منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ملتقى الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة بمكانتها بين الشعوب الإسلامية وكثرة استخدامها وسرعة انتشارها أقامت منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ملتقاء الاحتفاء باللغة العربية للشعوب الإسلامية لإبراز وعكس جهود المملكة في نشر اللغة العربية انتدت بامتداد الإسلام من مشارق الأرض إلى المغاربها الحديث عنها تأكيد أصلتها وهويتها وأن اللغة العربية ليست مجرد لغة وإنما هي حضارة وثقافة هذه الحضارة والثقافة لها تأثير كبير وعميق على الإنسانية البشرية وعلى الثقافة والحضارة الإنسانية جمعا مجمع الملك سلمان العالم اللغة العربية الذي يتشرف برئاسة سمو وزير الثقافة رمير بدر حفظه الله ينشط في مسار اللغة العربية في منظمات الدولية وتأتي برامجه في منظمة التعاون الإسلامي ضمن أهم البرامج التي يطلقها حيث أن هذه المنظمة تمثل منظمة الأكبر أو ثاني أكبر منظمات الدولية وشهد الملتقى إطلاق كتاب اللغة العربية في منظمة التعاون الإسلامي الصادر من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إضافة إلى إقامة معرض تفاعلي عرف من خلاله على التطبيقات المساعدة لتعليم اللغة العربية للطلاب الحقيقة أنه الاحتفاء باللغة العربية في إطار الشعوب الإسلامية عموما لأن اللغة العربية لا تقصر على شعب العربي بل تجاوزت ذلك إلى الشعوب الإسلامية والعالمية كونها تحتل ربما المرتبة الرابعة في انتشارها في العالم وهذا الاحتفاء يعزز الهوية اللووية العربية لدى هذه الشعوب هذه الملتقيات لها أهمية كبيرة وخاصة نحن كشعوب إسلامية واللغة العربية تحظى بمكانة عظيمة عندنا وإن كانت هي لست لغة محلية لكن هي لغة حضارتنا عبر التاريخ كورون وهي لغة الدين التي نتعبد الله عز وجل بها هوية الأمة الإسلامية تمثلت في اللغة العربية والاحتفاء أتى ليثبت منهج حضارة وتاريخ عريق صعب نفية شاهد باهبري جدا يقام للمرة الأولى بالشرق الأوسط المؤتمر الأكبر بالعالم لأورام الغشاء البريطوني والذي سوف يناقش آخر ما توصل إليه الطب لعلاج الأورام بتقنيات التسخين الحراري والكيماوي بالمنظر بالإضافة للعلاج الكيماوي والمناعي والتعاون المستقبلي في مجال الأبحاث والتدريب من هناك ينضم معنا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله الخرجي مرحبا أبك عبد الله أهلا وسهلا فيك مونة الصوت والصورة لديك تفضل بالفعل مونة كما ذكرت كما ذكرت مونة نحن تواجد داخل المؤتمر وهو الأكبر في العالم لمناقشة العلاج للغشاء البريطوني وهذا المؤتمر الذي يقام على مدة أربع أيام يناقش فيه عديد من الرؤى والأبحاث والأفكار لمعالجة الأورام خاصة بعد ما توصل إليه الأحاة والعلم في حلاج الأورام من الدرجة الرابعة نتحدث عن هذا الحراك الطبي والعلمي الذي نتواجد فيه الآن وهو تحت إشراف جامعة الملك سعود العلم الصحية بالحرس الوطني والتي تعمل على تقديم مثل هذه الرؤى لهذه العلاجات خلال الفترة الماضية كان هناك توصل لعدد من التقنيات الحديثة للعلاج بالتسخين والتبخير لعلاج الأورام للحديث بشكل موسع عن هذا المؤتمر أفكاره واستراتيجياته يسعى أن يستضيف الدكتور محمد اليامي وهو استشاري جراحة الأورام في البداية دكتور مبارك لكم هذا الانطلاق لهذا المؤتمر لو تحدثنا عن هذا المؤتمر ما هو العلاج للغشاء البريتوني وما هي الأفكار والأهداف لهذا المؤتمر أول شيء أرحب فيكم وأرحب بمشاهدي القناة السعودية المؤتمر هذا الله ملك الحمد يقام لمرة الأولى في دولة عربية ودولة في الشرق الأوسط يعتبر المؤتمر الأكبر لأورام وطلق علاج أورام الغشاء البريتوني بالتعاون مع جمعية بسوقي المؤتمر مركز على عدة محاور امتداء من التشخيص إلى آخر ما توصل إليه الطب في علاج أورام الغشاء البريتوني وهي عبارة عن أورام من الدرجة الرابعة ومتشرة داخل غشاء البطن عشرين سنة وخمسة وعشرين سنة قبل اليوم كان المريض اللي عنده أورام في الغشاء البريتوني يقولون له ما عندنا شيء نقدر نسويلك إياه اليوم الله مك الحمد التقنيات اللي وصلت للطب والله مك الحمد متوفرة في جميع مستشفيات المملكة بإمكاننا علاج هذه الأورام باستخدام عند الطرق العلاج الكيماوي بالإضافة العلاج الكيماوي بالتسخين الحراري والعملية الاستأصال الجراحي والكيماوي المبخر بالإضافة العلاج المناعي وغيرها من الأدوية والعلاجات اللي ممكن تستخدم في مثل هذه الأورام دكتور محمد الغشاء البريتوني لو تفصلنا ما هو معنى الغشاء البريتوني هذا في المقام الأول وأيضا عدد المتحدثين والدول المشاركة في هذا المؤتمر الغشاء البريتوني هو الغشاء المغطي لجدار البطن وجميع العضاء داخل البطن الأورام اللي ممكن تنتشر في الغشاء البريتوني هي أورام المعدة والقولون وأورام البنكرياس وأورام الأرحام وزائدة الدودية المؤتمر هذي يغطي جميع المجالات فالله ملك الحمد اليوم نحن مجتمعين جراحين جراحين النساء أطباء الأورام أطباء الأشعة أطباء الأنسجة للمرة الأولى في المملكة ولمرة الأولى في الشرق الأوسط كل هالكم من الأطباء في عدة تخصصات يجتمعون في مكان واحد المؤتمر اللي ملك الحمد يضم 52 متحدث من جميع أنحاء العالم من جميع قارات العالم الحضور ما شاء الله تبارك الله مثل ما نحن شايفين فولي هاوس عندنا متحدثين من 19 دولة وفي نفس الوقت عندنا مشاركين من جميع دول العالم عن طريق مسائل للتواصل مثل البرنامج الزوم الهدف الرئيسي بالنسبة لهذا المؤتمر هو التعاون واللي شفناه اليوم التفاعل من جميع لحضور ومناقشة آخر ما توصل إليه الطب بالإضافة بمشأة الله خلال أيام المؤتمر سيتم مناقشة والترتيب لبدء قاعدة بيانات وطنية وعربية لأورام غشاء البريطوني بهدف البحث العلمي وإجراء التعاون مع دول أخرى في هذا المجال المؤتمر هذا اللهم ملك الحمد يحظى بدعم كبير جدا ونشكر معالي الأستاذ الدكتور بندر القناوي لعاية هذا المؤتمر وجميع الزملاء في وزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود الصحية لهذا الحلم اللي أصبح حقيقة من شوف هال المؤتمرات عندنا بالمملكة العربية والسعودية اللي حاب أضيف الأخواني المشاهدين أو رامغ شائر بريطوني كانت صعبات العلاج سنوات ماضية الآن ليكفينا الأمل اللي انقدم المرضانة نعالجهم بأحدث ما توصل إليها الطب اللي أشكر حكومة مولاي خادم الحرم الشريفين لتوفيرها لجميع المواطنين في جميع مستشفيات المملكة شكرا لك دكتور محمد الله يحفظكم حياكم الله يعني مونة كما شاهدنا وكما ذكر دكتور محمد هذا المؤتمر الذي هو الأول من نوعي في الشرق الأوسط وكما ذكر دكتور محمد هو مفخرة للمملكة العربية السعودية استضافة هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من متحدث 52 متحدث ومشاركة دول عالمية كبيرة وأطباء وجراحين على مستوى العالم نتحدث عن توصل تقنيات حديثة لعلاج الأورام خاصة في المرحلة الرابعة وستكون هناك أيضا طرح لهذه التقنيات الحديثة من أجهزة ومعدات كما نشاهد في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر استمرار هذا المؤتمر يعني وصول إلى الطموح لعلاج هذه الأورام خاصة في مراحلها المتقدمة هذه أبرز المشاهدة لدينا مونة والعودة إليك بكل تأكيد يعتبر هذا المؤتمر وأيضا يعد هذا المؤتمر هو مفخرة للعالم وأيضا مفخرة تحديدا وخصوصا للمملكة العربية السعودية أشكرك جزيل الشكر مراسل أخبار السعودية الزميل عبدالله الخرجي على هذه المشاركة أيضا نشكر ضيفك الكريم شكرا لكم اليوم وهو المصادف للرابع من شهر فبراير كل عام هو يوم عالمي للسرطان حيث تم اختيار شعار السد فجوة الرعاية الصحية كشعار لليوم بهذا العام 23 يهدف هذا اليوم للتشجيع على مكافحة السرطان بجميع أنواعه واتخاذ الإجراءات اللازمة ونشر التوعية للعلاج المبكر وطرق الوقاية منه حدد اليوم العالمي للسرطان في أربعة من فبراير بهدف رفع مستوى الوعي وتحصين التثقيف حول مرض السرطان وأعراضه وذلك كون السرطان سببا رئيس للوفاة في جميع أنحاء العالم وقد أزهق أرواح عشرة ملايين شخصا تقريبا في عام 2020 أو ما يعادله وفاة واحدة تقريبا من كل ست وفيات ويوجد أكثر من مئتي نوع مختلف من السرطان ولكل نوع أعراض مختلفة وحاليا يمكن الوقاية من نسبة تتراوح بين 30% و50% من حالات السرطان عن طريق تلافي عوامل خضر الإصابة بالمرض وتنفيذ الاستراتيجيات القائمة المسندة بالبيانات للوقاية منه ويمكن أيضا الحد من عبء السرطان من خلال كشف المرض مبكرا وتزويد المرضى المصابين به بقدر كاف من العلاج والرعاية علما بأن فرص الشفاء من أنواع كثيرة من السرطان تزيد إذا شخصت مبكرا وعولجت كما ينبغي مستمرون معكم في هذه النشرة وفي بعد الفاصل مؤسسة ميسك تشارك في بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية بسلطنة عمان وتتابعون أيضا نادي الهلال يبدأ مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الوداد المغربي حيكم من جديد تقام على مداري يومين فعاليات إضاءة الأحساء والتي تأتي للمسابة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في البيئة الفنية والثقافية ومشاركتهم الشاملة والفاعلة في المجتمع للحديث أكثر ينضم معنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل محمد المحيسن مرحبا بك محمد أهلا بك زميلتي مونة وأهلا بي سادة المشاهدين حقيقة أنه أقف الآن في وسط واحدة من الفعاليات الحقيقة الكبيرة والكبرى على مستوى محافظة الأحساء هذه الفعالية هي جاءت برعاية وبإشراف من هيئة رعاية الأشخاص ذوي العاقة حقيقة أنه إضاءة الأحساء هي أضاءة الأحساء حقيقة بحزمة البرامج والفعاليات التي تأتي على هامش هذا الملتقى وبمشاركة الحقيقة من عدد كبير من الجهات الحكومية استثمر وجود حقيقة ضيفي الأستاذ خالد خبراني وهو مسؤول العلاقات بهيئة لعاية الأشخاص دول العاقة أهلا بك أستاذ خالد معنا على أخبار السعودية كيف ممكن أن تصف اليوم هذه الفعالية وخصنا جولتكم على عدد من المناطق المملكة لماذا اخترتم الأحساء؟ في البداية أسعد الله وقاتكم بكل خير أحييك وحيي السادة المشاهدين والمستمعين الكرام عبر السعودية الأحساء وأهل الأحساء هي محافظة محافظات ومناطق المملكة لا شك بأن الأحساء عدد كبير من دول العاقة من الموهوبين والمبدعين وكذلك عدد كبير من أشخاص دول العاقة يتلقون كافة الخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي اليوم الأحساء تعتبر من المناطق الكبيرة بوجود الوزارات والهيئات والقطاعات والجمعيات الخاصة بذول العاقة فوجودنا بالأحساء هو امتداد لوجودنا في العديد من المناطق كيف ممكن أن تصف هذه الفعالية وإلى ماذا تريدون الوصول من خلالها؟ الهدف العام للهيئة أن تصل إلى مجتمع شامل وموائم بإذن الله أما من ناحية المعرض والملتقة هو الهدف منه استعراض مواهب وقدرات وفنون الأشخاص دول العاقة وجود منصة واضحة بيننا وبين القطاعات وخاصة قطاعات محافظة الأحساء يشارك معنا اليوم أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة وكذلك عدد من القطاعات الغير ربحية في محافظة الأحساء سيد خالد ما هي أبرز البرامج التي سوف تقدمونها في هذه الفعالية التي تستمر يومين لزوار هذا المهرجان أو هذا الملتقى عملتها على إيجاد جدول نوعي متلائم ومتناسب مع المحافظة وأهالي المحافظة ومواهب أبناء المحافظة من ناحية الفعاليات واستعراض الفنون وكذلك ورش العمل التي تركز بشكل كبير جدا على الأسرة وكذلك على الطفل وعلى الشباب وكذلك على التمكين للأشخاص والإعاقة في التعليم والوصول الشامل والمهارات الاجتماعية والصحية جميل أستاذ خطأ أخيرا المسرح سوف يشهد عدد من الورش إذا كانت نوعية الورش المقدمة حاضرة لديك وحتى نوعية البرامج التي سوف تقدم على هذه المنصة ذكرت لك بالبداية أنه لدينا عدد كبير جدا من الورش التي ستغطي كافة جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة سينطلق بعد قليل أعمال الملتقى بحفل الافتتاح وبعدها ستبدأ أولى ورش العمل وهي دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تمكين ذوي الإعاقة أستاذ خالد خبراني شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا ويعطيك العافية شكرا لك أستاذ خالد إذن زي ماتبونا والسادة المشاهدين يومين سوف تكون حراك نوعي ومختلف يصب في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا تمكينهم من عدد من المهارات والوظائف الحياتية وأيضا الأمور التنظيمية في جانب الحياة وجعلهم أيضا نبعد عن جانب العاطفة ونسير نحو جانب الحقوق والحياة الطبعية من هذه الفعالية إطاءة الأحساء أعود إليك بالصوت والصور أشكرك جزيل الشكر الزميلة محمد المحيسن على هذه المشاركة أيضا شكرنا موصول لضيفك الكريم شكرا لكم ونبقى في الأحساء وضمن فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة والذي يعد واجهة اقتصادية لعرض أجود أنواع التمور الحسوية حيث شهد المهرجان مشاركة فرقة الأجيال العمانية للفنون الشعبية التي حضيت بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان نتابع تنوع ثقافي ومسرحي شهده مسرح قلعة أمانة الأحساء التراثية ضمن فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة الذي استضاف فرقة الأجيال العمانية التي يمتد عمرها إلى أربعين عاما طبعاً هذه أول مشاركة لنا في المملكة العقبية السعودية بشكل عام وأول مشاركة لنا في الأحساء هذه المشاركة تضيف لنا تعريف المملكة بالفنون العمانية بإذن الله سبحانه وتعالى نحن بنكون سبع ليالي بنقدم فيه تقريباً 11 فن جميع الفنون الموجودة في سلطنة عمان بشكل عام وبشكل خاص الفنون البحرية لأنه كون الفرقة من مدينة ساحلية فرقة الأجيال العمانية وبمشاركة فرق الأحساء الشعبية أشعلوا حماسة الزوار بالفلكلورات الشعبية وسط تنظيم أسهم في نجاح العروب إضافة جداً جميلة من منطقة الأحساء الشعب السعودي كأول مشاركة من الشعب العماني أحيوا المكان بصراحة وكان جداً جميل ومن شاء الله اليوم حضرنا في المعرض التمور على الفرقة العمانية أنا أشهد أنها فرقة أبدت في الحساء والذي يدل على حضور الزوار من جميع المملكة ودول خليجة العربي بالوقت فاجأت حصلت أخواننا العمانية موجودين في مهرجاننا ومهرجان الجميع وشيء محفز الشيء هذا اللحمة الخليج أن يجتمع مع بعض تبادل الثقافات بيننا استضافة فرقة الأجيال العمانية في مهرجان تمور الأحساء أسهم في إبراز المورثات والفنون الشعبية وتبادلها بين السعودية وسلطنة عمان ما يعكس قوة الترابط والتلاحم بين البلدين محمد المحسن الأحساء اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان ميسك معرض ميسك الانطلاق الذي أتى في ختام النسخة الثالثة من برنامج ميسك الانطلاق التابع لمسار ميسك الريادة أحد المسارات الأربعة للمؤسسة وقد احتفت ميسك بانطلاق أكثر من 160 مشروعا جديدا في مجالات القدرات البشرية والاستدامة والتقنية المالية والتقنية الصحية والمدن الذكية وقطع التجزئة والترفيه حيث يوجه برنامج ميسك الانطلاق الهادف إلى تمكين الأفكار الريادية وتزويد أصحابها بالمعرفة والإرشاد اللازم لتسريع نمو ريادة الأعمال والوصول إلى منتجات قابلة للتطبيق وجاهزة للانطلاق شارك وفد من مؤسسة محمد بن سلمان ميسك في فعاليات بطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية 2023 والتي شهدت مشاركة أكثر من 320 مشاركا يمثلون 18 دولة آسيوية منهم 165 متناظرا و75 محكما واستمرت خمسة أيام كوكبة من الشباب المدرك لأهمية الحوار والباحث عن المعرفة سعوا لإظهار شخصياتهم ومهاراتهم في المناظرات استقطبتهم مسقط في بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية الثانية بالبداية نحن فخورين مبسوطين بكوننا أول فريق سعودي يشارك في بطولة آسيا ومثل المملكة وهذا عطانا دعم أكبر نحن لازم نظهر صورة جدا عالية عن الوطن ونمثل بأفضل صورة كان وجودنا هنا درس كبير فإننا شفنا أفضل ممارسات من ناحية إدارة مناظرات للناتقين بلغة العربية وغير ناطقين بها فحضورنا للتصفيات أو مناظرات في البداية أخذنا منها كثير من الدروس بالإضافة لحضورنا اليوم للحفل النهائي أو حضورنا مناظر نهائية اليوم نحن نجتمع من جميع الدول الآسيوية والدول العربية يجمعنا فن الحوار متناسلين من مختلف الأعراق والجنسيات المختلفة نتعلم منهم ويتعلمون منا استفدنا الكثير من الأساسيات في أساليب التناظر وأساليب الحوار وغيرها من الأمور التي ترتقي بنا نحن كمتناظرين وتفيد من خبراتنا حيث هنا تختلف الأفكار تختلف طرق التحليل تختلف الأمور المختلفة وبالتالي نحن نستفيد منهم حضور مؤسسة محمد بن سلمان ميسك في بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية بمسقط كان لها الأثر الإيجابي من خلال أخذ التجارب والمعرفة وتعد فعاليات بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية الثانية بمسقط فرصة للجامعات آسيا وشبابها المتناظرين ولتلاقي العقول والأفئدة وارتقاء المنطق واللغة صالح الحبسي مسقط يستضيف مؤتمر ليب الثالث والعشرين في نسخته الثانية أكثر من سبعمائة متحدث من أنحاء العالم عبر سبع منصات مختلفة صممت لتشمل كافة الاهتمامات والتقنيات والابتكار والاستثمار حيث تجمع قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتضمن هذا المؤتمر الذي سوف يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من السادس إلى التاسع من فبراير الجاري أكثر من خمسمائة جلسة في مكان واحد لمناقشة عدد من الموضوعات في مجالات ريادة الأعمال وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في التقنية والابتكار ضمن البرامج التي تنفذها هيئة تطوير محمية الإمام التركي بن عبدالله الملكي انطلقت مسابقة الصيد في محمية الشمال للصيد المستدام تعد أكبر مسابقة للصيد المستدام في المملكة زميلنا عبدالله عيش زار محمية الشمال للصيد المستدام أيضا وفانا بهذا التقرير نتابع أطلقت محمية الشمال للصيد المستدام بعد تدشينها رسميا أكبر مسابقة للصيد المستدام بالطرق التراثية في المملكة الصيد بالسقور وتستمر لمدة عشرة أيام ندشن اليوم محمية الشمال للصيد المستدام كأحد أبرز المبادرات التي عملت عليها محمية الإمام التركي بن عبدالله خلال فترة ماضية هدفها طبعا هي محمية مخصصة لصيد الحباري بلعنا نعرف أنه صقور مروث تاريخي وثقافي بالنسبة لنا لسكال جزيرة العربية يشارك في المسابقة ستمائة متسابق تم قبولهم إلكترونيا من أصل ثمانية آلاف متقدم مقسمين على مئة فريق بمعدل عشرة فرق يوميا طبعا نحن مطلق المسابقة أولا نحن متقدم أكثر من ثمانية آلاف متقدم وهذا يؤكد رؤيتنا ونظرية أن هذا المروث لديه تاريخ وشعبية ولديه جماهيرية من الثمانية آلاف نحن إن شاء الله نحاول أن نأخذ ستمائة متسابق تم اختيارهم بطريق القرعة الإلكترونية ستمائة متسابق يتوزعون على عشرة أيام تهدف المسابقة لإحياء المروث الشعبي للصيد في المملكة بالإضافة لتحقيق التوازن البيئي من خلال ممارسة نشاط الصيد المنظم بأعداد محددة دون الإضرار بالحياة الفطرية والحد من الصيد غير النظامي من خلال توفير بدائل مستدامة من محمية الشمال للصيد المستدام عبدالله عايش تختتم اليوم هيئة فنون بل تختتم اليوم هيئة فنون العمارة والتصميم النسخة الأولى من تحدي ديزاين ناثون أكبر تجمع لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم الذي يسعى إلى البحث عن حلول لتحديات عالمية في مجالات عدة للتوعية بمنهجية التفكير التصميمي لحل المشكلات المعقدة ورفع قيمة التصميم في المجتمع وإظهارها في كل مناحي الحياة وجمعت الفعالية على مدى ثلاثة أيام متواصلة جميع المهتمين بالحلول الإبداعية في مكان واحد بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم بحيث تم توزيع المشاركين وعددهم 500 مشارك في فرق تتنافس في تطوير الحلول المبتكرة في المسارات الثلاثة التصميم للحياة لحياة صحية أيضا التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي التصميم للاستدامة يستهل الهلال مشاركتي في كأس العالم للأندية اليوم السبت بمواجهة صاحب الأرض الوداد المغربي في مباراة البطولة المقامة في المغرب حتى 11 فبراير الحالي واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الهلال للمشاركة في مونديال الأندية بصفته بطلا للنسخة الماضية لدور أبطال آسيا في ظل عدم نهاية النسخة الحالية من دور البطولة يتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة فلمنغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في الدور النصف نهائي يوم السابع من فبراير الحالي نتيجة للحالة المطرية التي شملت معظم مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضية التي كست الأرض خضرة وجمالا عدست أخبار السعودية ترافق الزميل عبد الرحمن الموسى في محافظة الدوادمي ينقل لنا صورة حية أيضا مباشرة من روضة مطربا في منطقة السر بالدوادمي تفضل عبد الرحمن نعم مونة طابة مساك مساك كل المشاهدين بكل خير الحقيقة في الأيام الماضية تجولنا في منطقة أو في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض حيث الحقيقة شهدنا العديد من الأماكن الجميلة التي أنعم الله عز وجل خلال الأيام الماضية بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة وسالت منها الأودية والشعاب ونحن نتواجد الآن في أحد هذه الأماكن الجميلة وبالتحديد في روضة مطربة والواقع شمال ساجر بنحو 25 كيلو الحقيقة حينما كنا في الأيام الماضية كنا في تغطيات حية مباشرة للأماكن التي اكتست بالخضرة والورود الجميلة نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها سماء المملكة ولله الحمد بنحو تقريبا شهر ونصف يجلس بجواري الأستاذ منصور القنور وهو رئيس مركز عين القنور الذي نتواجد الآن بالقرب من هذا المركز في هذه الروضة الروضة الواقعة الحقيقة بين عين الصوينع وعين القنور ليحدثنا عن الحالة المطرية الجميلة التي شهدتها المنطقة نرحب بك أستاذ منصور عبر شاشة أخبار السعودية وأنت الحقيقة من أعيانها أو أبناء هذه المنطقة حدثنا عن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحقيقة الحالة المطرية شهدتها المملكة العربية السعودية أغلب المناطق ونحن من ضمن المناطق هذه روضة مطربة امتلأت فطربت الأعيان للنظر إليها في البداية إلى الماء عندما كانت منتلئة وفي النهاية عندما يشرب العش بالماء وتبقى روضة كاسية الخضار إلى متر متر ونص فتكون مرتعا للمتنزهين من نساء ومن رجال ومن أهالي منطقة ومن غيرهم فهي مارد وسميت مطربة لأن الأعيان تطرب إلى النظر إليها والقلبان من أول تمتلئ بالماء عندما تمتلئ لأنها مجمع مياه يتراوح ما بين الخمسة كيلو إلى أربعة كيلو تقع بين مركز عين الصوينع ومركز عين القنور شمال ساجر بخمسة وعشرين كيلو وهي منطقة لا تفوت المتنزهين وأصحاب البراري وأصحاب التنزه والتمتع فيما خلق الله من طبيعة الله حباها بتضاريس وأصبحت روضة بحيرة مصغرة طبيعية من مياه الأمطار والحمد لله سال شعيبها أربع مرات وإذا سال أربع مرات تمتلي فتطرب الأعيان لمدة شهر في الماء اللي تشوفون أرضيما في الوسط حصات في نصها هي مقياس الماء إذا امتلت طول الرجال والنص وإذا تغطت مترين وإذا تغطت الثانية هذه خلاص معناته خلاص امتلعت تماما وهذه نادرا والآن تغطت أرضيمها أو شبث تغطت والآن العشب بدأ يطلع منها لتكون روضة طبيعية كالرياض الموجودة ونحن من هذا ولم تقصر البلدية والإزراعة الفيضة في اللوحات الإرشادية وحاويات النظافة والمتنزهين الآن لديهم من الوعي إن شاء الله ما يكفي أنهم يتركون المكان كما كان كما يريدون أن يرواه ونحن ندعو المتنزهين إلى هذه وأصحاب المنطقة الرياض جميعا ومه بعيدة ومنطقة وجميع الخدمات متواجدة من قرى ومن محطات ومن أماكن مستلزمات الرحلات جميعا هذا ما باختصار شديد نرحب فيكم وندعو أهالي منطقة الرياض جميعا ومحافظة الدوادمي خصوصا والمراطق وأصحاب السر القدامة من ستين سنة ليتذكروا طفولتهم وشبابهم حنا كنا شباب خيم وخيمات في عطلة الربيع هذا باختصار والله يحييكم يا أهل إخبارية ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ويوفق قولات أمرنا اللي اهتموا في جميع نواحي الحياة الاجتماعية لتسهير رفاهية المواطن الله يعزهم ويديمهم الأستاذ منصور بس باختصار لو حددتنا عن أبرز الروافد من الشعبان وديانة التي تصف في منطقات السر والتي تجعل مثل هذه المنطقة والأماكن الجميلة متنزهات تظهر الحقيقة وتبهج العين حقيقة مررنا بالعديد من الرضاة والمتنماكن الجميلة ما هي أبرز الروافد والأودية التي تصف في هذه الأماكن طبعا فيها أربع إلى خمس فيها روضة مطربة وروضة عين القنور وروضة الشفلحية روضة وثيلان وروضة أم المجالس اللي شرق الفيضة وهذه مطربة يقضيها شعيب مطربة الشعيب لها الوحدة أما وادي القرنة ووادي ساجر والسكران كلها تصب في عين القنور إلينا الشفلحية وهذه رياض والأكثر بعد بس أنه ما بعد ربع نفود السر يحف المنطقة من الجهة الشرقية من المذنب إلى المحمدية بساجر فجميعها انبغيت سهل وانبغيت شبه جبال ورياض فهي شرق الخط تبي نفود وتبي مراتع جمال ومراتع إبل ومراتع هذا فهو نفود السر والسر صراحة يعني لا يفوتهم خس سنة ما كل سنة يجينا مطار بها الغزارة ولا لا الحمد جت في موسمة الشتاء والتنزه البري والطلعة للبر هو وقت الشتاء شكرا لك الأستاذة منصور القنور وأنت رئيس مركز عين القنور مونة هذا المكان الجميل الذي والله الحمد تغمره مياه الأمطار تقريبا يقع في شمال غرب العاصمة الرياض بنحو تقريبا ثلاثمائة كيلو متر يدعو الجميع للاستمتاع في هذه المناطق ومنطقة السر وأيضا يدعو الحقيقة كل أصحاب أيضا الرحلات والمتنزهين لورود هذه الأماكن وندعو الجميع أيضا بالالتزام بالنظافة التي حثنا عليها ديننا الحنيف دعي المكان كما كان أو خيرا مما كان أشكرك جزيل أشكر عبد الرحمن الموسى على هذه التغطية أيضا نشكر أضيفك الكريم شكرا لكم توقع المركز الوطني في تقريره لهذا اليوم نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض القصيم حائل الحدود الشمالية الجوف مكة المكرمة المدينة المنورة الباحة كما لا يستبعد تكون السقيع على مناطق تبوك الحدود الشمالية الجوف فيما لا تزال الفرصة مهيئة لتكون الضباب على مرتفعات جزان عسير الباحة للحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف محلل الطقس في المركز الوطني لإرصاد عقيل العقيل مرحبا بك أستاذ عقيل بداية توقعاتكم من خلال المركز خلال هذه الأيام وأيضا الأيام القادمة هل هناك موجة باردة سوف تؤثر على أجواء المملكة؟ نعم وسلم ساخير السلامون أنا وسلم بك أهو بالفعل ما تزال أجواء باردة اليوم وصلت درجات الحرارة تصورة في طريف في القريات درجة مياوية واحدة في طريف درجتين في تبوك ثلاثة في عرعر ورفحة وحايل أربع درجات مياوية في سكاكا الجوف وصلت خمس درجات مياوية في القيصومة وفي العلاء منطقة مدينة المنورة وصلت درجات الحرارة سبع درجات مياوية تكون السقيع في ساعة الصباح الباكر على منطقة تبوك الحدود الشمالية والجوف متوقع استمرار الأجواء باردة إن شاء الله تعالى حتى نهاية الأسبوع على مناطق الشمالية والشرقية والوسطى إن شاء الله في الرياض اليوم سبع درجات مياوية الأجواء حتى في العاصمة الرياض باردة نعم ماذا عن موجة الأمطار أستاذ عقيل خلال الأيام القادمة؟ هناك موجة خفيفة إن شاء الله من الأمطار سيكون عنها المركز الوطني الأرصاد حينما تحكد يصل تحديث المعلومات أولا بأول هذه الموجة ستكون خفيفة وسريعة إن شاء الله تعالى على بعض مناطق المملكة يصادفها نشاط في الرياح السطحية المثيرة التي تبعوا الغبار بسبب تقارب خطوط الضغط الجوي ودرجات الحرارة شكرا جزيلا لك أستاذ عقيل العقيل محلل الطقس في المركز الوطني الأرصاد أشكرك على هذه المداخلة يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تنفيذ عدة مشاريع دعما لقطاع التعليم في اليمن حيث يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات التي نالت النصيب الأكبر من دعم المركز المستمر من أجل تأهيل المعلمين اليمنين وتنمية معارفهم دشن مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة لحجة مشروع دعم وصول الأطفال اليمنين إلى فرص التعليم الجيد التي تنفذه منظمة اليونسيف للأموة والطفولة بإشراف وزارة التربية والتعليم اليمنية المشروع يهدف إلى تأهيل وتدريب أكثر من 500 وتعزيز قدرات المعلمين والمعلمات داخل الفصول الدراسية ودعم الطلاب نفسيا أظن هذا من انعكاسه على التلميذات في الميدان في الصفوف الدراسية وما نلاحظه من المتدربات المتعلمات من إنجازات وخير دليل أعمالهم التوثيقية الموجودة في الغرفة الصفية منظمة اليونسيف ثمنت الدعم المتواصل من قبل مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية ومبادراته المستمرة في دعم التعليم في اليمن والتي أسهمت باستمرار العملية التعليمية هذه التعليمات وشكرا للمشاهدة للمشاهدة من الهدفة الملك سلمان يتم دعم ذلك بالشراكة مع مركز الملك سلمان وفي الدعم السخيم من المركز ويخضع المعلمين للتدريب خلال هذه الفترة في عدة مواضيع من ضمنها تعلم النشط حقائب التعلم النشط بما فيها التخطيط السراتيجي وكذلك الإدارة الصفية بالإضافة إلى عدة تدريبات تماخذها كذلك لأيام الماضية في التعليمات المشروع يسهم في تدريب 500 معلم موزعين على 20 مدرسة و32 قاعة تدريبية ويضيف البرنامج التدريبي تاهيل المعلم وتزويده بالمعارف والمهارات لأعكس بأتعلمه على الطلاب في المدارس عبد الفتا غلاب أعدا تذكير بأهم العناوين خادم الحرمين الشريفين وسمولي العادي يهنئان الرئيس السريلنكي بذكرى اليوم الوطني لبلاده موهبة تعلن اليوم الفائزين بالجائزة الكبرى في الأولمبيات الوطني للإبداع العلمي كتام سبقات رالي حائل تويوتا الدولي في نسخة التاسع عشر مساء اليوم وضبطا أكثر من ستة عشر ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة وصلنا إلى الختام تحية ناطيبة السلام عليكم اشتركوا في القناة